في أجواء حماسية تشبكت أياد الأطفال وصنعت أطول قالب حلوة في لبنان بمثابة هدية يعود ريعها لأطفال مركز سرطان سان جود إنجاز طفولي لبناني في استراحة صور السياحية أبطاله صغار من كافة المدارس الرسمية والخاصة تخطى عددهم الـ 450 تمكنوا بمساعدة عشرات الطباخين من تحضير قالب بلغ طوله 220 مترا تضمنت مكوناته أكثر من 25 ألف بيضة وعشرات الكيلو جرامات من الطحين والسكر والكريمة أكثر شغل نبسطت فيها اليوم إن سعادة الولاد اللي عندهم سرطان عم نشتغل شغل كتير حلو نحن مبسوطين بالشغل نحن أطفال أبطال عم نعمل أكبر كيك من لبنان عم نشاعد الولاد اللي معهم اللي ما عن كنشر السرطان اللي اشتغلنا عليه هو فيه اثنان شقان شق الأطفال ينبسوا الفرح والشق التاني هو رايحوا كله سوا لمركز سنجود عمل خيري رسم البسم على وجوه أطفال أحبوا إدخال الفرحة إلى قلوب رفاق لهم أثقلتهم الآلام والمعاناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة